حذاكي بتقيت كابت الخطيب نعم إيه اللي كان في اللقاء والله يعني هو كان بصراحة يعني أنا زيارتي لصرح مثل النادي الأهلي يعني أنا تكلمت ويهو محمود الخطيب على نقاط كثيرة يعني على الجانب الشخصي يجب أن أذكر نقطة معينة توارك الرحمن من الشخصيات المميزة من الشخصيات يعني تشعر أن أنت قاعد ويهو من فترة طويلة ولا يشعرك في أي شعور يعني يعني كاننا مقربين جدا فتكلم الرجل قال النادي الأهلي مقدم لكل الدعم للاتحاد العربي وسألنا في تفاصيل دقيقة يعني عن الموضوع ما يخص ورجل خبرة ومعني في الموضوع فتقريبا هي شبه الأسئلة اللي نحن قاعدين نتكلم فيها فكان نقاش بيننا تفعيل دور الاتحاد العربي وهذا يأخذني نقطة أستاذ إبراهيم يجب أن أشير لها يعني دور العلاقات يعني الرياضية أي الكويتية المصرية لأنه كان فيه احنا أعتقد فيه ثمانية ثمانية مايو القادم فيه بطولة ضخمة بطولة الأعاب المائية اللي تم التحضير لها خلال فترة أي القرار كان من رئيس الاتحاد الدولي للسباحة السيد حسين المسلم أمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية أي فالبطولة من أحد البطولات من أضخم البطولات اللي موجودة وجود متنافسين على مستوى عالي ومن يعني محسوبين حتى فيه على مستوى العالم كذلك العلاقات المصرية متجذرة ومتأصلة منذ فترة طويلة يعني عندنا وأنا تكلمت إياه بالضبط في هذا الجانب يعني أخوي عبدالله شاهين رئيس اتحاد الكويتي لكرة القدم أي كان فيه زيارة قبل شهرين تحديدا يعني وكان زار النادي الأهلي وزار وأبرم بروتيكول ما بين الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الكويتي فأحنا نتكلم عن احتكاك الشعوب وعلاقة مصر هذه علاقة متوطدة وأصيلة وبإذن الله ستستمر ذلك بظل قياداتنا السياسية والرياضية كذلك إن شاء الله